طيب من هذا الخبر لازم اقولك انه الدخلية مستمرة دون هوادة دون راحة في ايه في شن الحملات لضبط الجرائم اللي بتضر بالاقتصاد الوطني للأسف يا سادة يا كرام حتى اللحظة اللي احنا فيها لسه في ناس مصرة انها تتربح على حساب هذا الوطن استأذنكم نتابع هذا التقرير حول جهود وزارة الداخلية المصرية في مسألة انها تضبط الجرائم اللي من شأنها انها تهز الاقتصاد الوطني او تضر به وتضر بمصالح المصريين شوفوا التقرير ونرجع نكمل الكلام وزارة الداخلية تواصل شن حملاتها لضبط الجرائم الاقتصادية التي تضر بالاقتصاد الوطني وتتمكن خلال اربعة ايام من ضبط تسع وثمانين قاضية اتجار غير مشروع في النقد الاجنبي ومن ابرز تلك القضايا نجاح الادارة العامة لمكافحة جرائم الاموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الاموال العامة والجريمة المنظمة في ضبط ستة تشكيلات عصابية باسيوت وسهاج وقنة لقيام عناصرها بالاتجار في النقد الاجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة عن طريق تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الاجنبية وتسليمها لذويهم داخل البلاد بالعملة المحلية مقابل عمولة مع الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون وبلغ حجم تعاملاتهم قرابة 32 مليون جنيه الادارة نجحت في ضبط سلاسة تشكيلات عصابية بالبحيرة والبينيا وقنة عناصر تلك التشكيلات تمارس نشاطاً إجرامياً في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من ذوي العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة بسيطة وإعادة بيعها مرة أخرى لراغب شرائها بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون وبلغ حجم تعاملاتهم في هذا النشاط الإجرامي أكثر من 16 مليون جنيه وفي إطار الجهود الأمنية للتصدي لجرائم استغلال النفوز نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في ضبط موظف بإحدى الوحدات المحلية بالغربية استغل موقعه الوظيفي وقام بالتواطئ مع شخصين وتمكينهما من البناء على أرض الزراعية خارج الحيز العمراني الأمر الذي أدى إلى إهضار المال العام بقيمة 6 ملايين جنيه غرامات مستحقة لخزانة الدولة في الاتجاه ذاته تمكنت مدرية أمن القليوبية من ضبط موظفتين بإحدى الوحدات المحلية بالقليوبية لقيامهما باستغلال موقعهما الوظيفي وإصدار ترخيص بناء مزور لمالك عقار من خلال اصطناع صورة طبق الأصل من الترخيص ومهره بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة محل عملهما الأمر الذي مكنه من البناء بدون الترخيص وهو ما أدى إلى إهضار المال العام في إطار التصدي لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين تمكنت مدرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب على أصحاب الشركات والاستلاء على بضائع منهم عقب إهامهم بأنهم أصحاب شركة توريدات وبلغ قيمة البضائع المستولى عليها مليونين وثمانمائة ألف جنيها مع سداد جزء من المبلغ كمقدم من قيمة البضائع وعقب ذلك تم إغلاق مقر الشركة في الإطار ذاته نجحت مدرية أمن سوهاج في ضبط أحد الأشخاص لاستلائه على ثلاثة ملايين جنيه من مواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال التجارة المصوغات الذهبية مقابل أرباح متفق عليها وتوقف عن سداد الأرباح وأصول المبالغ المستولى عليها وعلى صعيد مكافحة جرائم تزوير المحرارات الرسمية تمكنت مدرية أمن الإسكندرية من ضبط أحد الأشخاص تخصص في تزوير المحرارات الرسمية المنسب صدرها للعديد من الجهات الحكومية وتروجيها على عملائه مقابل مبلغ مالية وبحوزته المحرارات المزورة والمواد والأدوات المستخدمة في التزوير وعلى صعيد التصدي لجرائم غسل الأموال تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المنخصة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي بمطروح لقيام عناصره بغسل مائة مليون جنيه حصيلت نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها كأنها ناتجة من كينات المشروعة خلافا للحقيقة